تسعة أعوام على القطيع المصرية التركية والأسباب متعددة منها دعم تركيا لجماعة الإخوان المسلمين ولجوء قياداتها إلى اسطنبول إثر الإطاحة بحكم الإخوان عام 2013 وامتعاد تركي من دعم القاهرة لحقوق اليونان وقبرص في احتياطات نفط وغاز شرقي المتوسط والذي تعتبر تركيا أن بعض هذه الحقول داخل مياهها الأقليمية والإضافة إلى تباين وجهات النظر المصرية التركية حول الملف الليبي والذي يلقي بظلاله على مسار التطبيع لكن يبدو أن مفرقته السياسة جمعته كرة القدم وهو ما حدث مع الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجل طيب أردوغان عندما تصفحا في قطر على خلفية افتتاح كأس العالم في الدوحة فبعد خطوات من تقارب بين مصر وتركيا بمحدثات استكشافية بين وزارتي خارجية البلدين وتصريحات إيجابية من المسؤولين الأتراك جاءت المصفحة في قطر بحسب مراقبين بوساطة قطرية لوضع تفاهمات لعودة المفاوضات العالقة أردوغان اعتبر مصفحته مع الرئيس المصري خطوة أولى على طريق تطبيع العلاقات مع مصر وجعل الاجتماعات معها على مستوى أعلى وقالت وسائل أعلام تركية أن أردوغان صرح على متن الطائرة في رحلة عودته من قطر أن الروابط القائمة في الماضي بين الشعبين التركي والمصري هام جدا بالنسبة لنا في الجانب الآخر قالت الرئاسة المصرية في بيان أنه تم التوافق على أن تكون هذه المصافحة بداية لتطوير العلاقات السنائية بين الجانبين وتأكيد المتبادل على عمق الروابط التاريخية بين تركيا ومصر لكن الحديث عن عودة العلاقات المصرية التركية سببت حالة من القلق وسرعة في تغيير استراتيجيتهم نتحدث هنا عن جماعة الإخوان وعناصرها في تركيا فالجماعة ومنعا لتعرض التنظيم لأي عواقب قد تحدث جراء المصالحة والتطبيع المتوقع حدوثه اتفقت على تغيير أسماء الكيانات والروابط والشركات التابعة للتنظيم في تركيا كما قرروا تغيير أسماء الجمعيات التي تحمل دلالات إخوانية مثل جمعية رابعة وكيانات أخرى ومنع استخدام مصطلح الانقلاب في كافة الفضائيات الإخوانية العاملة في تركيا والتي تبث من اسطنبول